مدرب منتخب الأردن حسين عموتة في تصريح صحفي قائلا المنتخب العراقي الأضعف بين المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وسنسحقهم برباعية قولوا ما شئتم فأن تهديدكم الإعلامية لا يهم سوف يقترب الموعد كل دقيقة وسوف ترون اسود الرافدين كيف يفترسونكم بعد هروبكم المخجلة أمام اليابان نجم المنتخب الأردني موسى التعمري في تصريح صحفي لم نهرب من مواجهة اليابان وكوريا الجنوبية هي من تعمدة التعادل ونحن جاهزون لمواجهة العراق اللاعب الكوريس في تصريح تعادلنا مع المنتخب الماليزي لأن ماليزيا استحقت نقطة وخسرت اليابان لأن العراق استحق الفوز كرة القدم الآسيوية تتطور دوان فوتام نائب رئيس الاتحاد الفتنامي السابق في تصريح صحفي قائلا لا تقول أن الحكم هو سبب الخسارة أمام العراق جميع قرارات الحكم كانت صحيحة وهو أعطى لكل منتخب حقه محمد عادل لاعب منتخب البحرين في تصريح صحفي العراق فاز على اليابان ونحن نريد الفوز على اليابان من جديد أخسر برجولة أمام اليابان أفضل من الهروب إيقاف لاعب منتخب البحرين هزاء علي عن ممارسة كرة القدم حتى إشعار آخر بعد ظهور عينة إيجابية في فحص المنشطات الذي أجراه بعد مواجهة كوريا الجنوبية بهدف التأثير على اللاعب الشجاع أحمد يحيى يرفض الجلوس والتفاوض مع أحد وكلاء الأعمال الأردنيين المتواجد في الدوحة والذي يحاول إغراء اللاعب بعروض مالية للعب في أندية كبيرة لحين انتهاء بطولة أمم آسيا مفاتيح لعب المنتخب الأردني تتركز على المهاجم الأيمن موسى التعمري مهاجم نادي مونبلي الفرنسي حيث يتمتع بمهارات عالية في المراوغة والاختراق والتسجيل المهاجم الصريح يزن المعيمات مهاجم نادي الأهلي القطري يتمتع بحس تهديثي عالي ويسجل من أنصاف الفرص هذان اللاعبان هما مفاتيح منتخب الأردن لمرمى المنافسين الأردنيون يتمتع كذلك بقوة بدنية كبيرة فهم لو لعبوا لن يتعبوا طوال المبارات أما نقاط وضعفهم فتتركز بالجانب الدفاعي لذا علينا استثمار ذلك أفضل استثمار واللاعبون المهاريون القصارى يخدمون منتخبنا فعلينا اللاعب بشكل أرضي فمدافع الأردن طوال القامة ولن ينفع معهم اللاعب العالي لأن الكرات ستقطع وقتها خالد جاسم في تصريح أتوقع فوز العراق على الأردن وأيمن حسين أفضل لاعب بفضل دعاء الوالد راعي برنامج المجلس خالد جاسم في تصريح صحفي قائلا جميع المنتخبات الأسيوية تخشى المنتخب الياباني ولا تخشى العراق والمنتخب اليابان يخشى العراق أما مباراة المنتخب الأردني والبحرين وكذلك مباراة الكوريا الجنوبية وماليزيا حدث بها الكثير من التلاعب بالنتائج وغابة المتعة الكروية لكن المنتخب الأردني حاول تفادي اليابان لكنه وقع مع العراق الذي صحق اليابان على جميع المنتخبات الأسيوية أن تلعب بروح كبيرة وليس أن تذل نفسها وتخسر أمام جماهيرها لكي لا تلعب مع اليابان المحلل الأردني محمد عواد في تصريح صحفي قائلا هناك الكثير من الأقاويل التي يتداولها جماهير المنتخب العراقي ويقولون المنتخب الأردني خسر عمدا حتى لا يلاقي اليابان هذا كلام غير مقبول إطلاقا وعلينا أن لا ننسى المنتخب العراقي الذي فاز بالصدفة ودعوات الأمهات على اليابان نحن بتاريخنا سوف نواجه العراق العراق لا شيء بالنسبة لنا مستوى المنتخب العراقي هزيل وانهزامي لكن للصدفة دور كبير عند فوزهم على اليابان مما ساعد في رفع معنوياتهم المنتخب العراقي لا يشكل أي خطورة بالنسبة لنا رزاق فرحان في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا منذ انتهاء مباراة الأردن ووقوعهم في مواجهتنا وحتى الساعة ولاعبيهم السابقين واعلميهم يشنون حرب إعلامية هدفها واضح وهو شد نفسية اللاعب العراقي وأضاف فعلا هم يجيدون التلاعب بأمور الضغط النفسي علينا كونهم يمتلكون تقريبا أكثر من ربع مليون عراقي مقيم وهم بالأصول جيران ولا تربطنا معهم سوى حدود جغرافية لذلك هم يعرفون عننا وعن تركيبة شعبنا أبق التفاصيل لذلك أحذر الجمهور أولا من الانجرار إلى التعليقات وشحم اللاعبين فهذا لا داعي له هم يعلمون أننا أفضل منهم فلا يمتلكون غير أسلوب شحم المباراة فإن استطعوا عمل ذلك فسيتسببون لنا بمشاكل قد تطيح بنا خارج البطولة وختم فرحان رسالته إلى اللاعبين العراقيين نحن مقبلون على مواجهات عربي فلا تصغوا لأي أعلام أو جمهور يحاول شدكم ركزوا في الملعب فقط يتوقع المدرب الحالي واللاعب الدولي العراقي السابق فيصل عزيز تتويج منتخب العراق بلقب بطولة كأس آسيا قطر 2024 في حال استمر عاملان مهمان فلال المباريات المقبلة من البطولة وتمكن منتخب العراق من الحصول على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الرابعة بحصده العلامة الكاملة بفوزه على اندونيسيا واليابان وفتنام يتوقع المدرب الحالي واللاعب الدولي العراقي السابق فيصل عزيز تتويج منتخب العراق بلقب بطولة كأس آسيا قطر 2024 في حال استمر عاملان مهمان فلال المباريات المقبلة من البطولة وتمكن منتخب العراق من الحصول على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الرابعة بحصده العلامة الكاملة بفوزه على اندونيسيا واليابان وفتنام وقال عزيز في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية ان المدرب في سوس كاساسي يغير فكره واسلوبه من مباراة الى اخرى في البطولة الاسيوية الجميع شاهد النسق التصعودي للمنتخب العراقي من مباراة الى اخرى رغم ان مباراة فتنام تذبذب فيها الاداء نتيجة تغيير اغلب اللاعبين الاساسيين والزج بالبدلاء من اجل منحهم الفرصة الكاملة ونوها قالا المدرب كاساسي يفكر في التأهل الى نهائيات كاس العالم 2026 اكثر من تفكيره بالتتويج بلقب كاس اسيا وهذا الامر اكده في اكثر من مناسبة العراق اليوم بدأ يجني ثمار العمل ونتمنى ان يستمر بالتطور من مباراة الى اخرى وان يستمر اطول فترة ممكنة في بطولة كاساسيا حتى وان لم يتوج باللقب وتابع المهاجم ايمن حسين كان حاسما في جميع مباريات دور المجموعات كراته الرأسية كانت قاتلة وهذا الرأس سيجرب اللقب للعراق في حال استمر بالعمل والتحسن في المباريات المنتخب العراقي يعيش واحدة من اجمل فتراته واتمنى ان يتكلل هذا الجهد بالتتويج ايمن حسين هداف كاس اسيا ويتصدر المهاجم العراقي ايمن حسين صدارة هداف كاس اسيا قطر 2024 برصيد خمسة اهداف متفوقا على اقرب منافسيه القطري اكرم عفيف بهدفين بعد انتهاء دور المجموعات وعادل ايمن حسين ثاني افضل رقم تهبيفي عربي في نسخة واحدة من كأس اسيا بعد تسجيله ثنائية في مرمى فتنان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات وبات حسين ثالث لاعب عربي يسجل خمسة اهداف في نسخة واحدة من كأس اسيا بعد البحريني المعتزل علاء حبيل في الفين واربع وعلي مخوت قائد المنتخب الاماراتي الحالي في الفين وخمس عشر ويحتاج اللاعب العراقي الى تسجيل هدف واحد في دور الست عشر الذي تأهل اليه العراق من اجل معادلة رصيد السعودي ياسر القحطاني والاماراتي احمد خليل يذكر ان المنتخب العراقي لم يسبق له الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات خلال اي نسخة خاضها من كأس اسيا لكنه حقق ذلك في النسخة الحالية قطر الفين واربع وعشرين